بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنستكمل مع بعض دروس مقرر الإحصاء التطبيقي بدراسة وحدة جديدة بعد أن انتهينا من توزيعات المعاينة سنبدأ معا في دراسة التقدير وفترات السقة Estimation and Confidence Intervals الاستدلال الإحصائي زي ما قلنا بلكده في مقدمة المقرر بيتكون من جزئين أو فرعين التقدير الإحصائي واختبارات الفروض الإحصائية إن عملية استنتاج معلمات المجتمع عن طريق دراسة خواص العينة تسمى بالاستدلال الإحصائي والذي يمكن تقسيمه إلى نوعين زي ما قلنا التقدير واختبارات الفروض من التعريفات الهامة التي يقوم عليها الاستدلال الإحصائي وذكرناها قبل كده تعريفي المعلمة والإحصاء أبنائي اللي متابعين معنا أكيد عارفين أن المعلمة هي أي مقياس يتم حسابه باستخدام بيانات المجتمع بينما الإحصاء هي أي مقياس يتم حسابه باستخدام بيانات العينة المعلمة عبارة عن خاصية أو مقياس يتم حسابها من المجتمع محل الدراسة المعلمة تسمى برامتر مثل نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية أو متوسط العمر الافتراضي لأي جهاز بنمتلكه في المنزل أي أن المعلم هي مقايس تحدد خصائص المجتمع أو التوزيع الذي يدبعه ذلك المجتمع بينما الإحصاء أو أحيانا البعض يطلق عليها الإحصائية أو الاستاتيستيك هي عبارة عن خاصية أو مقياس يتم حسابه من بيانات العينة المسحوبة من المجتمع محل الدراسة أي أن الإحصاء هو دال في بيانات العينة التقدير هو اسلوب إحصائي يستخدم لتقدير معلمة مجهولة عن طريق استخدام مقايس العينة زي ما قلنا إذا افترضنا أنه عندي بوكس كبير بالشكل ده هذا البوكس يمثل المجتمع داخل هذا البوكس يوجد عدد من العينات أي مقياس مستخرج من المجتمع يسمى معلمة أي مقياس مستخرج من العينات يسمى إحصاء إذا كانت معلمة المجتمع مجهولة يتم تقديرها باستخدام بيانات العينة واستخراج الإحصاء الممثل لهذه المعلمة يوجد اسلوبين للتقدير أو لتقدير معلمة المجتمع المجهولة وهما التقدير بنقطة ونعني به استخدام بيانات العينة لتقدير معلمة المجتمع المجهولة بنقطة أي بقيمة واحدة فقط أي بقيمة واحدة فقط التقدير بفترة تستخدم بيانات العينة أيضا لتقدير معلمة المجتمع المجهولة الغير معروفة بفترة لها حدين حد أدنى وحد أعلى بافتراض أني قلت لك عن طريق الصوت المسجل هذا أدر سن دكتور أحمد فالبعض سيقول عند التقدير بنقطة أن سنه أربعين البعض سيقول خمسة وأربعين البعض سيقول خمسين إذا كان سني ستة وأربعين فكل من قام بالتقدير كان تقديره خاطئ لأنه قدر بأربعين خمسة وأربعين خمسين فلجأنا للتقدير بفترة لكي نقول أن معلمة المجتمع أو القيمة المراد تقدرها ستقع بين حدين ففي مثالنا هذا سنقول أن عمر دكتور أحمد مثلا بين الأربعين والخمسين وبالتالي احتمالية الخطأ ستنخفض بينما في التقدير بنقطة سيكون هناك خطأ كبير أو قيمة الخطأ ستكون كبيرة من أهم معالم المجتمع متوسط المجتمع اللي بنرمز له بالرمز ميو نستخدم المتوسط أو الوسط الحسابي اللي بنأتي به من العينة اللي قلنا عليه قبل كده أن احنا بنرمزه بالرمز إكسبار كتقدير بنقطة قيمة واحدة لمتوسط المجتمع إذا كان مجهولا من المتوقع أن لا تكون قيمة متوسط العينة مساوية لقيمة متوسط المجتمع أكيد أن متوسط العينة مش هيكون بالزبط قد قيمة متوسط المجتمع ولكن هذه القيمة قريبة منها الفرق المطلق بين قيمة الإحصائية وقيمة المعلمة الفعلية المراد تقدرها يسمى بالخطأ أو الخطأ المعياري الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط هو عبارة عن الانحراف المعياري لتوزيع متوسطات العينات بمعنى أنه انحراف متوسطات العينات عن متوسط مجتمعها ويرمز له كما ذكرنا سابقا بالرمز سجما إكسبار حيث سجما إكسبار كما تتذكرون سجما المحسوبة من المجتمع مقصومة على جزر إن طيب إذا كانت سجما مجهولة يتم التعويض عنها أو تقدرها باستخدام الانحراف المعياري للعينة اللي رمزنا له سابقا بالرمز إس فيصبح لدينا تقدير للخطأ المعياري للمتوسط بدلا من سجما على جزر إن سيكون إس على جزر إن تقدير بفترة لمتوسط المجتمع التقدير بنقطة يكون قيمة واحدة التقدير بفترة له حدين نلجأ إليه لأنه كما ذكرنا سابقا التقدير بنقطة نادرا ما يساوي المعلمة المجهولة التي نرغب في تقديرها لذلك نلجأ إلى التقدير بفترة هذه الفترة تحتوي على قيمة معلمة المجتمع تسمى هذه الفترة بتقدير فترة الثقة احتمال وقوع المعلمة في هذه الفترة يسمى درجة الثقة ونرمز لدرجة الثقة بالرمز واحد نائس ألفا وغالبا تضرف في نسبة مئوية ومكمل هذه القيمة هو الألفا وحدها ويرمز له بالرمز ألفا ويسمى مستوى المعنوية فمثلا إذا كانت درجة الثقة 95% مكمل هذه القيمة يكون مستوى المعنوية يساوي 5% ويعني درجة الثقة 95% أن احتمال وقوع المعلمة المجهولة داخل الفترة المقدرة سيكون 95% واحتمال عدم وقوعها سيكون المكمل ألا وهو 5% الرسمة المعبرة عن الكونفيدنس انترفل أو فترة ثقة 95% بتكون بالشكل ده وتتراوح بين قيمتي سالب زد وموجب زد بدليل ألفا على اثنين ألفا على اثنين كما نعلم أن المتغير العشوائي الطبيعي القياسي زد متماسل حول الصفر قيمة مستوى الثقة أو فترة الثقة التي تقع في المنتصف هنا في هذا المثال التوضيحي 95% يتبقى ألفا مستوى المعنوية 5% وينقسم إلى طرفين أو إلى جزئين على الطرفين 5 من 100 على 2 تساوي 25 من ألف 5 من 100 على 2 تساوي 25 من ألف